من أهم المعارف تقريبا التي تسهم في فهمك لنفسك أولا والآخرين هو الوعي التاريخي الوعي التاريخي المراد به أن تعي هذا التاريخ الذي صنعك وتتجنب أو تبحث عن التاريخ الذي يرقيك لأن الناس مختلفون يظنون مختلفون في الوعي التاريخي وتختلف معارفهم وسلوكهم تبعا للوعي التاريخي غالبا يعني على الأقل الوعي التاريخي هو ركيزة أساسية من الركاز التي تشكل شخصيتك أنت أنت كمسلم قد لا تظن قد تظن نفسك متبعا للدين وأنت متبع للتاريخ وقد تظن نفسك يعني مهتدي وأنت ضال طيب كيف تعرف الوعي التاريخي يعلمك ما معنى الوعي التاريخي طبعا أولا قبل أن نتحدث عن الوعي التاريخي يهمنا أن نعرف بأن الله عز وجل أعطى التاريخ أهمية أو نقول كثافة في القرآن الكريم كلنا نعرف أن ثلث القرآن قصص مثلا هل هذا القصص هو قصص الأنبياء وأقوامهم والمؤمن منهم والكافر وكذا هل هذا المسألة هل مثل هذه الأمور عندما يذكر الله عز وجل عن القرآن الكريم يعني عن الأقوام السابقة والأنبياء وأقوامهم والأمم هل يذكرها لنا من باب الترف طبعا الجميع يقول لا لكن حقيقة واقعنا كأنها ترف وقصص قصة يوسف قصة موسى قصة نوح لا كأن الله يقول لنا انتبهوا هؤلاء الأقوام أنتم مثلهم أنتم مثلهم في عقولكم وقلوبكم وتصرفاتكم احذروا أخطاءهم تجنبوا زلالهم تجنبوا أسباب كفرهم وعراضهم وذكر الأسباب أيضا في نفس قصص الثلث ما يسمى ثلث القرآن أو القصص في القرآن الكريم بعد ذلك غير القصص أيضا ذكر الله عز وجل من سيرة النبي في القرآن أشياء كثيرة جدا يعني أستطيع أن أقول القرآن كله تاريخ مثل ما نقول القرآن كله لغة كله معرفة كله إيمان تستطيع أن تقول كله تاريخ لماذا؟ لأن التاريخ ليس فقط الحدث العسكري أو الحدث السياسي أو الزعامي حتى تاريخ الأفكار تاريخ الحجج البيئة التي ينقلها أو المعلومات التي ينقلها الله عز وجل عن مثلا أهل مكة عن تجارتهم عن نفسياتهم عن أقوامهم عن عصبيتهم عن صالحيهم وطالحيهم وهكذا لكله تاريخ فلذلك بس السيرة النبوية صلبة من صح التعبير اللي هي المغازي والسيار وكذا فيها قسم كبير غير الثلث القصص يعني عندك مثلا صورة الأنفال كلها في بدر تقريبا تقريبا كلها آل عمران تقريبا تتناول أحد الأحزاب تتناول الخندق أو غزوة الأحزاب الفتح فتح الحديبية التوبة تتناول معركة غزوة تبوك أو غزوة العسرة يعني هذه الأحزاب طبعا البقرة تتناول ما قبل الهجرة معظمها أي اللي هو يعني الفئات الاجتماعية في المدينة اليهود والمنافقين والذين آمنوا وفئات الذين آمنوا من مهاجري من أنصار من كذا ومعنى الإيمان وكذا المقصود الوعي هنا كيف تضمن نفسك أنت بأنك لم تأتي من وعي مزيف بالتاريخ بأن تجعل بعض الظالمين صالحين أو تجعل بعض الصالحين ظالمين أو تهمل تنسى مثلا أهل القدوة والأسوة تنساهم وتهملهم أو لا تعرفهم حتى يعني قد لا تعرف أكثر أهل بدر أكثر مهاجرة الحبشية أكثر المضحين الأولين السابقين ما نعرفها يعني الواضح أن البيئة لا تعترف أو لا تدون إلا الرؤوس فقط من قادة المعارك أو من الحكام وما أشبه ذلك أنت بحاجة إلى أن تعيد تصحح وعيك التاريخي لأن ما أنتج من ثقافة من أحاديث من عقائد قد يكون تابعا لأناس فيهم نفاق فيهم ظلم سمعوا توهموا ما الذي يدرك عندما تقرأ حديثا مثلا في صيح مسلم أهل بخاري ما الذي يدرك بأن هذا الحديث مصنوع تاريخيا أو على الأقل وهم هنا لا بد أن تعود لركائز أساسية المبادئ العامة للإسلام يعني إذا وجدت حديثا يخالف العدل يخالف الحق يعني يخالف البر يخالف الفطرة فحيده على الأقل حيده جانبا وابقى مع القطوط العامة التي أمر الله بها في كتابه الكريم ومع متواتر ما ألفته من بيئاتنا وقرانا نحن ونحن صغار دائما أو حتى في المدارس يقال لنا عن إكرام اليتيم عن الصدق عن البر الوالدين عن العدل عن التفكر خلاص هذه هي ابدأ بها ولعلنا في هذه الحلقات نستعرض يعني نماذج من الوعي التاريخي كركيزة أساسية من تشكيل الشخصية أنت لا تعرف أنت مشكل من ماذا تحسب أنك مشكل معرفيا من الدين وقد تكون مشكلا نسبة كبيرة جدا قد تصل إلى ثمانين بالمئة من ثقافة غير أصيلة إما أن تكون ثقافة نفاقية أو من السماعين للمنافقين كيف نفرز الثقافة الأصيلة عن الثقافة المزيفة هذا يحتاج إلى إعادة تدبر القرآن الكريم وما يشبهه وقراءة السير والأحداث التي ذكرها الله عز وجل وسيتبين لك إذا درست من الأحداث في القرآن الكريم وبحثت عن علل ذكر الله لها قد يتبين لك أن أكثرية المسلمين قد يكونوا من أحد فئتين إما سماعين للمنافقين يعني صالحين نية طيبة ولكن يسمعون للثقافة العامة وإما أن يكونوا منافقين يعني هذا من ثقافة النفاق وثقافة السماعين لهم لعل معظم معلوماتنا التي شكلت سلوكنا من هذا الباب كفرض افتراض يعني كما في البحث العلمي الفرضيات هل ثقافة أصيلة أم لا إذا كانت غير أصيلة هل هي تبع للسلطة أم تبع للتراث أم تبع للسلوك يعني للفئة والجماعة التي أنتمي فيها تبع للمذهب كيف أستطيع أن أجعل ثقافتي كلها أصيلة ولله وتنعكس على سلوكي سلوكي في الصدق في المعاملة في تحقيق غاية القرآن هذا سؤال ابحث وأطرح طبعا دراسة التاريخ من القرآن ومما تواتر ومما ورثناه في عقولنا هذا يحتاج إلى وقت وبحوث كبير ووقت طويل ولكن على الأقل أنت أيها القارئ العادي المستمع العادي تلمس عندما تقرأ في يعني عن تتجنب التعميم تجنب أنهم مثلا كل الجيل الأول صالحون كل ثلاثة القرون الأولى كلها صالحة هذه خدعة شيطانية حتى تأنس بأي تابعي بأي من وصف بالصحبة بأي شيخ لا الله لم يأمرك باتباع القرون الثلاثة الأولى ولم يأمرك الله باتباع الصحابة وإنما أمرك الله باتباع ما أنزل إليك بل حتى باتباع أحسن واتبعوا أحسن ما أنزل إليك من ربكم لأن المشتبهات لست مرزم باتباعها لأنك محايت أنت في المشتبهات تقول آمنا به كل من عند ربنا فإذا كان الله لم يجب عليك اتباع القرآن كله وإنما أحسن ما أنزل طبعا أنت مكنت نعم اتباعه كله إذا عرفت المتشابهات وبحثتها لأن المتشابه نسبي قد يعرف ما يكون متشابها عندك قد يكون معلوما عند آخرين إذا الله لم يأمرك إلا بهذا وخفف عليك الطريق ثم أمرك أيضا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام والنبي لا يخالف القرآن عندما يأمرك باتباع النبي النبي خلقه القرآن وعلمه القرآن وبعد ذلك حاول أن تتجنب هذه النصائح العامة اتباع السلف والسلف الصالح وكذا والعلماء التعريفات خاطئة العلماء يعرفوا كل مذهب يعرف العلماء يجعلهم علماءه وكل والسلف هؤلاء يعني كلمة عامة جدا فيها الصالح والطالح ما سلفة والقرونة الثلاثة الأولى فيها جميع الفراق والمذاهب والتيارات وحتى التيارات الكفرية من المنافقين وكفار ومشركين موجودة في الثلاثة القرونة الأولى ينبغي أن تشك شك فيما أنت فيه حتى تبحثه شك منهجي وليس شك مذهبي يعني بعض الناس يتخذ الشك مذهبا له خلاص شك 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 وهكذا لكن شك منهجي ليس في القطعيات ليس أن تشك بأن الصدق صدق بأن الصدق واجب وبأن الكذب حرام ليس هذا إنما تشك إذا سمعت حديثا مثلا يعني تجد فيه أجر كبير جدا على عمل قليل من حقي كان تشك من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه من فعل كذا غفرت له خطاياه وإن كانت متزبل البحر أيضا الأحاديث في الجبر أن الله أراد كذا وأنه تمام لمن حقك أن تشك فيها وأن تبحثها وأن تعلم أنها ربما أتت من ذلك التيار هذه مقدمة يعني إن شاء الله لاحقا قد نتوسع شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم